اشتركوا في القناة هنا بيرد بيرد اللي هي لحية بيرد بلاند شعر أشعر كيرلي مجاعد دارك داكن جلاسيز نضارة هير شعر لونج طويل مستاش مستاش اللي هو شارب شورت يعني قصير زا وومن امرأة زا وومن اللي هي الامرأة انزا فيرست بيكتر زا فيرست بيكتر يعني في الصورة الاولى بيكتر يعني صورة اهي دي في الصورة الاولى اهي شعر طويل ستريت هير شعر ناعل ستريت هير اند جلاسيز وعندها ايه نضارة جلاسيز طيب كده بالنسبة للصورة الاولى زمان انزا ساكند بيكتر الراجل اللي في الصورة التانية زمان انزا ساكند بيكتر هاز جوت هاز جوت يبقى لما اجي اوصف الراجل اوصف حد باستخدم طبعا مع المفرد باستخدم هاز زا ساكند بيكتر يعني الصورة التانية هاز جوت شورت عنده شعر قصير شورت وكيرلي كيرلي مجعد دارك هير اند مستاش مستاش اللي هو الشارب يبقى بيوصفه بيقول هاز جوت شورت كيرلي دارك هير اند مستاش مستاش اللي هو الشنب زا ساكند وومن الامراءة التانية زا ساكند وومن هاز جوت شورت بلاند هير عنده شعر قصير وبلاند يعني اشعر زا ساكند مان الراجل التاني هاز جوت شورت دارك هير عنده شعر قصير ودارك داكن اند بيرد بيرد اللي هي لحية بيرد اللي هي لحية كمبيليت زا سنتنسز وزا كوركت فورم اف هاف جوت صديقي افضل صديق بالنسبة لي دا مفرد استخدمت مع هاز هاز او هاف لما اجي اوصف واحد باستخدم معها جوت اقول لديه هاز جوت شورت دارك هير هنا جوت هنا يور فازر يور فازر دا مفرد ماشي يور فازر مفرد با اسأل بهاز اقول هاز يور فازر جوت اقول هاز او هاف هيجي معها جوت تصريف تالت الفعل خلي بالك عشان ممكن يجيب لي جت اقول لي صححها يبقى هكتب جوت بدل جت هكتب جوت هاز يور فازر جوت مستاش الولدك عنده مستاش شارب كده جمع هاخد هاف هاف جوت دارك كيرلي هير يعني عندهم شعر داكن وكيرلي مجاعد طارج انكلز يعني عم انكل عم طارق طبعا ده مفرد هاخد هاز بس هنا عايزنا في اقول هازنت جوت بيرد يعني ما عندهوش بيرد اللي هي لحية بط هي هاز جوت امستاش ولكن عنده شارب هاف يو طبعا يو يجي معها هاف اي ويو ووي وزي بيد معهم هاف اما هاز بتيجي معه هي او الاسم الوفرد هاف يو جوت دارك هير بدأ بهاف انهب هاف يبقى لما اسأل بهاف انهب هاف بدأ بهاز انهب بهاز هاف يو جوت دارك هير عند اقشار داكن قاله ياس اي هاف رايتنج رايت ديسكريبشن اوف زيس بيبل هنوصف الاشخاص اللي موجودة عند ديت طبعا ماشي بقول لي هاي هاز جوت طبعا قولنا هاي شي اتخد هاز هاي هاز جوت دارك كيرلي هير وعنده بيرد بيرد لحية ومستاش وشار هاي هاز جوت جلاسز وعنده نظاره هي بقى بقول شي هاز جوت لونج ستريت هير شي هاز جوت لونج ستريت هير عنده شعر طويل و نعم ستريت بقى بيرد طائر صغير is very weak ضعيف it can't fly for many days مش هيقدر يطير لمدة ايام قبلين الطائرة is very طبعا الطائرة is very fast سريعة جدا it can't go at 900 كيلو متر an hour يعني بإمكانها توصل سرعتها ل900 كيلو متر في الساعة يبقى عم سركة على fast سريعة my aunt عمتي او خالتي is very kind يعني طيبة she always gives me big presents بتديني هدايا يبقى my aunt is very kind kind يعني طيب camels الابل او الجمال are very strong they can carry بإمكانهم يشيلوا 200 200 كيلو of bags ممكن يشيلوا 200 كيلو من الحقاء يبقى camels are very strong 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 how long or how tall is the Cairo Tower Cairo Tower برج الكاهرة how tall how tall it is 187 meters يعني طوله 187 متر the queen of england the queen of england is very rich غنية جدا rich she has got many houses عندها منازل كتير يبقى اول حاجة طبعا weak ثاني حاجة fast ثالث kind strong strong 5 tall tall six cat rich rich يعني كانت غنية write the names of two people or things which are هنا أجاب بعض الصفات فأنا أجيب حاجتين اتنين ليهم نفس الصفة strong يعني قوي فأجاب an elephant an elephant لها الفيل قوي ممكن أكتب كامل الجمل ممكن واحد تاني يكتب line الأسد fast fast اللي هو سريع a plane طيارة أو cheetah 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 weak ضعيف baby bird طائر صغير أو زي snail snail حيوان اللي هو الحلزون ده snail kind طيب mother grammar slow slow حاجة بطيئة زي sloth أو turtle turtle short ممكن أكتب monkey أو finic fox finic fox finic fox تعلى بالفنك complete the sentences with can or can't هنكمل الجملة كان يستطيع وكانت لا يستطيع محمد صلاح كان يستطيع يقدر score score يسجل أو يحرز score lots of goals يسجل أهداف كتير and he can يستطيع run very fast وبيجري بسرعة he lives in england عايش في england اللي هي انجلترا he can speak english of course بالتأكيد he lived in italy عايش في ايطاليا for two years قعد سنتين اتنين so لذلك he can speak italian برضو يقدر يكلم لغة ايطالية two أيضا he is famous ومشهور so لذلك he can't ما بيقدرش have a normal life ما بيعشش حياة طبيعية have a normal life normal يعني طبيعي if he goes لو هو حب يطلع برا goes outside many people كثير من الناس want to talk to him عايزين يتكلم معاه he is very busy دايما مشغول he can't he can't take many holidays يعني باخدش اجازات كتير he can't complete the sentence with the correct form of the verb in brackets one مصطفى loves doing love بيجي بعديها verb plus ing love بيجي بعديها verb plus ing two do you like برضو like بيجي بعديها verb plus ing بدل بلي هتبقى playing tennis أضف الله i-energy يبقى love like بيجي بعديها verb plus ing three my brothers and i انا وخواتي don't like برضو like قولنا love او like بيجي بعديها verb plus ing يبقى watch هتبقى watching أضف الله i-energy i don't like binting i don't like binting انا ما بحبش الرسم او التلوين but ولكن i love swimming ولكن بحب السباحة هنا binting هضف الله ing هنا swim هضاعف ال-m ال-m هضاعفها ليه عشان قابليها حرف متحرك اللي هو ال-i وقابليها حرف consonant لما لاقي حرف consonant وقابليه حرف متحرك ماشي بضاعف الاخر حرف وضيف ال-i-energy does your father like traveling بدل travel هتبقى traveling to work يبقى هنا لما لاقي verb اللي هو love ماشي بضيف الفعل اللي بعديه بيبقى فعل اللي بضيف له ing زي do بقى doing ولايك نفس النظام بدل ما هي play قلت playing اهي like watch هتبقى watching بس في حاجة تانية لو انا قابلتني جملة ماشي فيها would اقول i would like i would like لما لاقي جملة زي كده i would لما لاقي would بيبقى like بعدها to والفعل في المصدر اقول i would like to play i would love to play i would love to play يبقى like او love وجيب في قبلها would يبقى جيب to والفعل في المصدر في الحالة دي مش هجيب بعد like verb plus ing لا ده بعد like هيبقى to والفعل في المصدر i would like to play i would like to play اما ما فيش would خلاص يبقى جيب بعد like verb plus ing فعل ما تضاف له ing لو ما لقيتش would question number two read the blogs and write the question a to c in the correct place هنا في بعض الأسئلة في تلات أسئلة همت ماشي وفي عندي ثلاث مدونات وكي اشوف السؤال المناسب واكتبه عند المدونة which sport which sport يعني أي رياضة do you like انت بتحبها فهنا ده ايه طبعا ده المدونة المناسبة لها i quite like لحد ما doing sport my favorite sport is tennis i like playing it with my friendess but i am not very good at it ولكن انا مش جايد في لعبة التنس يبقى ده السؤال ده الإجابة المناسبة بتاعت السؤال which sport do you like طيب b what do you do in the evening بتعمل ايه في المساء what do you do in the evening بتعمل ايه في المساء قال له i usually go home after school i don't like playing computer games after i do my homework بعد ما اعمل واجب بتاعي i like reading a book i like writing stories too يبقى هنا هكتب بيه اخر حاجة بقول لي what's your favorite subject ايه مدتك الدراسيات المفضلة هنا بتقول my name is riham my favorite subject مدت الدراسيات المفضلة at school is science العلوم i love learning about how things work i like doing mass too ايضا وبحب برضو الرياضيات i am quite good at mass لحد ما جايد في الرياضيات يبقى ده المدونة دي السؤال مناسب ليها اللي هي what's your favorite subject ايه مدتك الدراسية المفضلة يعني هكتب c يبقى ده ايه هلبس people ساعد الناس ولا knows a lot يعرف اكتر is unkind غير طيب shouts at people بيزع للناس طبعا ده knows a lot knows a lot يعني بيعرف معلومات اكتر three a sensible person sensible person يعني شخص حكيم sensible حكيم makes good makes good decisions يعني بيع تاخذ كرارات جيدة ولا has no time ما عندوش وقت ولا is very tall طويل جدا ولا is unfriendly غير ودود طبعا sensible a sensible person شخص حكيم اللي هو makes good decisions يعني بيصنع قرارات جيدة a busy person a busy person is always يعني شخص مجغول is always دايما ايه بقى talking walking doing something loving طبعا شخص مجغول في معنى doing something doing something بيعمل حاجة five we often get angry احنا غالبا بنبقى غطبانين when we are unhappy about something unhappy about something عن شيء احنا غير سعداء بيه يبقى are unhappy about something هتبقى ايه read alice's adventures مغامرات alice in wonderland في ارض العجائب again and answer the question question number one where اين where does alice go she goes to wonderland راحت ارض العجائب why لماذا why لماذا why does alice not understand لماذا فهمتش wonderland ارض العجائب because it is a strange place strange place عشان ده مكان غريب three question number three why لماذا why does white rabbit الارنب الابيض always run fast ليه الارنب ده بيجرب سرعة because he is very busy لانه دايما مشغول and usually very late وعادة بيبقى متأخر question number four what does the church help alice to do ساعدت alice he helps القط ده ساعد alice he helps here to find ان هي تجد different places اماكن مختلفة question number five why is the queen of hearts scary queen of hearts ملكة القلوب لكة scary مخيفة because she always angry and shouts of people ودايما تعلصتها على الناس describe a character in a book or film توصف شخصية في كتاب أو فيلم بقول لي what's his or her name ممكن قول شخصية alice or her name is alice which book or film is he or she from alice's adventures in wonderland alice في ارض العجاء describe him or her using some of the words from exercise says one well she is a sensible girl ممكن قول she is also brave and clever brave كاتشجاعة and clever وزكية listening استماع listen and complete the sentences one طبعا ده على حسب listening بقول هنا one نيفين loves playing tennis تحب لعب التنس two سيد likes writing stories بحب كتابة كصص three may doesn't like drawing بتحبش الرسم but she loves painting رامي loves swimming بحب السباحة but he doesn't like swimming in the sea ولكن ما بحبش السباحة في البحر لينة and me don't like watching tv طبعا قولنا love و like بيجي بعدها verb بلس ing but they like reading books ولكن بحب كراءة الكتب complete the sentences with and and يعني و because معناها بسبب or but but معناها ولكن but بيبقى في فكرتين فيهم تناقض باستخدم but because بيجي بعدها السبب and بضيف حاجة one my sister لينة has got long hair عندها شعر طويل and glasses و نظارة two نادر has got a wheelchair نادر has got wheelchair wheelchair اللي هو كرسي متحرك wheelchair because بسبب هنا هكتب because بسبب he cannot walk very well انه مش هيقدر بيمشي كويس يبقى هنا because three ناصر is not a very good at mass ناصر مش جيد في الرياضيات because ولا هنا he is very good at english يبقى but ولكن but معناها ولكن he is very good at english يعني هو مش جيد في الرياضيات ولكن جيد في الانجليش يبقى هنا هكتب but ولكن four Osama likes playing football Osama بيحب كرة القضاء basketball and tennis and tennis five i like swimming in the pool في حمام السباحة it's nice and cool because because it is nice and cool يبقى هنا هكتب because my father is very busy والدي مشغول but ولكن he plays sports everyday ولكن هو بيمارس رياضة everyday كل يوم يبقى but معناها ولكن read and match the question and the answers one what food do you like what food الطعام اللي انت بتحبه فهنا مجاوب هو I like fish with rice I like fish with rice two what do you like doing what do you like doing تحب تعمل ايه قال له I like playing basketball يبقى هنا دي three what do you look like يعني تشكلك ايه مظهرك ايه what do you look like what do you look like يعني مظهرك ايه قال له I am quite short يعني لحد ما short وصير with dark hair وشعر داكن four what are you like what are you like هنا بقى بيسأل على الشخصية what are you like فقال له I am sensible حكيم and kind وطيب هنا هكتب بيه هنا فاكرة writing طالب مني مطلوب مني ان انا اعمل بارغراف عن شخص مشهور واسأل why ليه هو اصلا مشهور شكله ايه مظهره فهنا هنكتب عن محمد صلحك طبعا لما تيجي تكتب بارغراف بتسيب مكان لكلمة هن فقال محمد صلاح is a famous Egyptian sport star نجم رياضي مصري مشهور he plays طبعا جملة خلصت بعمل full stop اقفل الجملة ابدأ جملة جديدة بحرف capital he plays football in Europe بيلعب في اوروبا he is good at scoring goals جاءت في احراز الاهداف طبعا جملة تخلص بعمل full stop والجملة دايما نازم فاعل 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 وبعدين verb he is a kind person شخص طيب he has good curly hair and a beard بيرد اللي هي لحية كيرلي مجعد he is very friendly and he always talks to fans بيكلم دايما مع معجبينه he has not good much time ما عندهوش وقت كافي for hobbies للهوايات بطول لكن when he is at home لما موجود في المنزل he enjoys playing video games and watching films complete the diagram عندي صفات صفات بتخص الشعر اللحية الشارب hair وعندي صفات بتخص الاشخاص عندي adjectives صفات تبع hair الشعر وصفات تبع people الاشخاص هنا صفات طبعا الصفات هي موجودة هي ماشي هنقسمها الصفة اللي تبع hair طبع الشعر والصفة اللي تخص البيبول الناس وفيه صفات لو فيه صفات مشتركة بحطوها هنا هنا عندي beard لحية blunt أشعر curly مجاعد dark داكن friendly ودود kind طيب long طويل مستاش شارب بور فقير ريتش غني شورط قصير straight ناعم strong طويل unkind غير طيب weak ضعيف بالنسبة للصفات الشعر الهير beard اللحية blunt أشعر curly مجاعد dark داكن long طويل خلي بالك الهير الشعر طول لونج مستاش شارب straight ناعم شورط من الصفات المشتركة بين الشعر وبين الأشخاص صفات بالنسبة للأخص زي friendly ودود kind طيب بور ريتش غني strong طويل unkind غير طيب weak ضعيف answer the question for you هتجاوب دا حاجة بالنسبة لك انت ماشي ممكن تختلف من شخص لشخص what makes you angry ايه اللي يخليك غطبان ممكن اقول when i lose a game لما اخسر مباراة name a brave person شخص شجاع why is he or she brave ممكن اقول firefighter firefighter رجل مطفي because he saves lives طيب هنا who is sensible sensible يعني حكيم in your family من الشخص الحكيم في اسرتك why ولماذا ممكن اقول my dad because he makes good decisions لانه بيتخذ قرارات سليمة what do you think is scary من في رأيك scary مخيف ممكن اقول snake واحد تانا يقول crocodile التمساح snake اللي هو السعبان ممكن واحد تاني يقول التمساح طيب question number 5 on which days are you very busy في اي الايام اللي انت بتبقى فيها very busy مشغول جدا ممكن اقول on Sundays days ايام الحد ممكن حد يكتب حاجة تانية read and correct the underlying words مجدة طبعا ما ينفعش مجدة لو انا شلت مجدة اضع بدلها شي ما ينفعش شي تاخد don't اقول شي تاخد doesn't يبقى المجدة doesn't like swimming does سالم like playing computer طيب هنا عندي does قال لي yes he do لا بدأ بdoes ان هي بdoes اقول yes he does بدل دوها تبقى does three what عند your sister look like look like ماشي ايجي معها يا دويا does هنا يور سيستر مفرد يبقى بدل از هتبقى does look like باستخدمها لما اجي اسأل على المظهر على الشكل استخدم look like four مصطفى loves playing love بيجي بعدها verb plus ing قلت playing football but he doesn't like like برضو بيجي بعدها verb plus ing منفعش اقول like play لا like playing tenis five نور likes برضو لايكس بيجي بعدها verb plus ing طب ما واحد ما هيقولك الله طمام الضفلاء اي انجي اهو بس فيه هنا حاجة بقى الام هنا المفروضة ضعفها الام هنا عشان قبليه اصل الفعل اسمه swim الفعل اصل ايه swim منتهى بام وقبليه حرف متحرك يبقى ضعف الام يبقى تبقى swimming هنا ضعفة الام ضعفة الام ليه عشان ده حرف consonant حرف ساكن وقبليه حرف متحرك describe your brothers sisters or cousins يعني هتوصف حد من اخواتك حد من ريبك ولاد عمك what do they look like يعني هما شكلهم ايه اللي انت هتوصفه have they got glasses في عنده نظارة what are they like شخصيته عامل ايه what do they like doing بيحب يعملوا ايه are they the same or different to you why هنا ممكن اقول مثلا ممكن حد يكتب حاجة تانية for example على سبيل المثال اقول علي is my brother علي ده اخويا he is 13 years old عنده 13 سنة he has good curly hair عنده شعر مجاعد and green eyes وعيون خضرة he is very kind وطيب he hasn't good glasses ما عندوش نظار he likes sports احب يمارس الرياضة he plays football بلعب كرة قدم in the club في النادي every week كل اسبوع he likes reading books احب كراءته الكتب he has a big smile عنده ابتسامة بلعب كراءة شكرا